هذا ويواصل عناصر الهلال الأحمر المصري تفريغ شاحنات المساعدات الدولية والإقليمية التي وصلت إلى مطار العريش وكان عناصر الهلال الأحمر المصري قد استقبلوا طائرة منظمة الصحة العالمية المحملة بالمساعدات لها لغزة استعدادا لنقلها للقطاع وهبطت طائرة تحمل 78 مترا مكعبا من الإمدادات الصحية في مطار العريش قادمة من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة الصحة العالمية في دبي هذا أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهالوم أعلن أن طائرة محملة بإمدادات طبية لدعم الاحتياجات الصحية الملحة في غزة هبطت في العريش بمصر بالقرب من معبر رفح الحدودي وأنهم مستعدون لإيصال الإمدادات بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر المعبر